وإلى البرصة المصرية حيث أنهت مؤشرات البرصة تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تباوي حيث تجهت تعاملات المستثمدين المصريين نحو الشرع فيما تجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسجل رأس المال السوقي مستوى 633.4 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 2.9 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر إيجي أكس 100 بنسبة 1 من 100% ليغلق عند مستوى 9441 نقطة بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 23 من 100% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة وهبط مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 9 من 100% ليغلق عند مستوى 2627 نقطة